هدفين في الدقاءة الاولى يخطفوا اي حد يخلي فرقة تفك فكة مش طبعية. ايه اللي حصل في البداية المباراة تلسع الاولى تحديد او الزمالك كامل الشوت الاول مش حلو. بس تلسع الاولى دي كانت تلسع صعبة جدا على الزمالك. يعني هدفين وكان فيه هدف ضاعت كمان. مزبوط. بصة كريم مجمل يعني القصة اللي هي البداية انا في وجهة نظر يعني ان الكابتن قسمة طبعا ما قدرش يعني طبعا وقت دايق لكن هو كتشكيل يعني هو كتنظر انت بدأ يعني الزمالك بدأ غلط. بعيدا اللي ما كانتش مركزة في في اول تلت ساعة بالزات ان انت تبدأ بحمزة تاني ناحية نيمين في ظل وجود حازم يعني ما نزل يعني كهجوميا وباين هو يعني حازم دلوقتي يعني احسب بك رأيت فينات الزمالك فالاولوية كانت تبقى الحازم لو هتغير في التشكيل عبدالشافي وممكن لما فتوح نزل آآ روقة بعيدة عن عن مغارات يعني بقالوا فترة كبيرة جدا انت اول تلت ساعة يعني نص الملعب مفيش خالص فكان بباصين تلاتة بتتضرب اول تلت ساعة جنين وفيوتشان مضايعين يعني فرصة والتانية والتالتة. ده ريف عاد الهدف التاني بيشوت على حدود منطقة الجزاء دون اي شتراك ده بيشوت لكنه مش يدارب الجزاء وبركنك. الجن من اول يا كريم باصات كلها الزمالك محاولش يقطع. انت عندك نص المهر يعني ممكن بيمشي عشر خمسشار متر محدش بيقول انت رايح فين يعني. صحيح. فاول تلت ساعة لو فرقة خفيفة او فرقة صغيرة تتغرب اثنين وثلاثة والمطش يفتح منك. يعني لكن ده الفرق من فرقة كبيرة وفرقة صغيرة انت بتعرف ترجع وبرضو بدلك طبعا للكابتن حلي ماهر ان انت في زل ان الكابتن قسامة ارى المطش بسرعة وادر يعمل تغييرات زي امام وحازم وفتوح. هو هو واقع منه اثنين لعيبة جمدين جدا اللي هو احمد رفعت والبادري. فطبعا المطش النهاردة فرص لفيوتشر. اه. وخبرة الانت الزمالك والكواريت بتاع الانت الزمالك طبعا رجاحوا طبعا في المطش.